النبي صلى الله عليه وسلم نحن في هذه الليلة الطيبة المباركة نعيش سوياً مع سورة الأنبياء هذه السورة العظيمة التي ذكر فيها كثير من أنبياء الله تبارك وتعالى وطبعاً السؤال البطرح مفسه ما هي عدد الأنبياء المذكورين في هذه السورة سورة الأنبياء رغم أن سورة الأنبياء سميت باسم الأنبياء لكن عدد الأنبياء المذكورين فيها قليل جداً بالمقارنة بسورة الأنعام التي ذكر فيها 18 نبي من الأنبياء وذكر في القرآن عموماً 24 نبياً سبحان الله شف خلي بالك والأنبياء يعني الله سبحانه وتعالى قال منهم من قصصنا عليك ومنهم إيه من لم نقصص عليك وما جعل الله عز وجل ذكر الأنبياء والمرسلين إلا لنعتبر شوف قصة سيدن إبراهيم مع أبيه الذي كان يعني يصنع الأصنام ويعبد الأصنام وقومه ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون لا إله إلا الله هذا يعطينا درس إن كل واحد فينا إذا رأى منكر وإذا رأى شيء مخالف لدين الله تبارك وتعالى أن ينصح لأن بعض الناس يقول لك يا عم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وأنت يعني أتحاسب الناس أنت مش أتحاسب الناس لكن أنت عليك البلاغ وعليك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمتي أخرجة بالناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكب بعدين وتؤمنون بالله سيدنا أبوكر الصديق صعد المنبر ذات يوم وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير موضعها اللي هي الآية أيها الذين أمانوا عليكم أنفسكم ناس كثير يقول لك عليك نفسك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنت تعرف معنى هاي في الأول المعنى كده الإجمالي ربنا بيقول لك عليكم أنفسكم لا يضركم ضلال الناس الناس الضالة لين تشرب الخمر ضلت الناس اللي بيبتنوا يسفكون الدماء ويسفكون ويزنون لا يضرك ضلالهم يعني الضلال اللي هم فيه ما يخلكش أن أنت تطلع برا الإيمان اللي أنت خدته ما يخلكش أنت تختار طريقا غير طريق الهداء دي معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سيدنا البكر الصديق قال إنكم تقرؤون هذه الآية على غير موضعها وإنني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ لَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرُوا أَوْ لَنُشِقَنَّا اللَّهُ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ خلي بالك يعني لو إحنا تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محل أن يُنزِّل الله على الأم عقابًا ثم يدعونه فلا يستجيب الله الدعاء وما نحن فيه من الأزمات وما نحن فيه من الضيق وما نحن فيه من الابتلاءات وما نحن فيه من المحن بسبب بعد الناس عن منهج الإصلاح الإصلاح ليس أن أنت يعني تعبس في وجه الناس وتقرهم على دين الله عز وجل أبداً الإصلاح أن تأخذ بيده برفق وأن تأمره بمعروف بمعروف وأن تنهاه عن المنكر بمعروف خلي بالك الصحابة الجليل قتادة الصحابة الجليل رضي الله وتبارك وتعالى عنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى عن إيه عن سيدنا موسى وهارون حينما أرسلهما إلى مين إلى في العون الطاغية اللي قال أنا ربكم الأعلى ربنا قالوا إيه فقول له قولاً ليناً لرب لعله يتذكر أو يخشى فقطاد الصحابة بكه كأن شديداً وقال سبحانك ربنا ما أحلمك إذا كان هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف يقول حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى شوف خلي بالك إذا كان حلمك يا رب مع فرعون فقول له قولاً ليناً فكيف يقول حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى نظروا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس اللهم بيقرأوا القرآن بتددور أحباب النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني من كل سورة الأنبياء ذكر فيها مين ذكر فيها سيدنا إبراهيم الأول ذكر فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله من الأول السورة كده اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات إيه معرضون خلي بالك وبعدين إيه قال ربي يعلم القول في السماء والأرض من اللي قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك قصة سيدنا إبراهيم الخليل وشب يعني أنهم أجمعوا أمرهم وأوطادوا ناراً حتى إن الطير فوق يعني النار كانوا يحركون لو مروا فوق النار التي وعدت لسيدنا إبراهيم يحركون من شدتها ووضع فيها من سيدنا إبراهيم عليه السلام خلي بالك ومعرفوش رحضتوا سيدنا إبراهيم بإيديهم لا ده بالإيه بالمجانير بحاجة كده يعني بعيدة كده يزبلون وكزفوه قسفاً من بعيد سبحان الله إلى أن جاء في النار فجاء إليه سيدنا جبريل وقال ألك حاجة مش عايز تؤمرني بأي أي أمر فقال أما منك فلا وأما من الله فهو عالم بحال غلي عن سؤاله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم وقالها مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالها منك من المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم عملوا إيه فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في الصورة ديه دعوة زنون اللي هو سيدنا يونس فيها إسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى اللي هي إيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله لو أنت ولتها بنية الفرج وبنية أن يكشف الله عنك الهم والغم أيها المهموم أيها المغموم الذي عندك من الهم ومن الغم لو أنك لجعت إلى الله بصدق لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين ده سيدنا النبي لذلك دعوة زنون فيها إسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به أجاب سبحانه وتعالى ثم يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال ساعة أن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا قاليه فاستجبنا له ونجيناه من الغم مش هو الوحد وكذلك إيه وكذلك ننجي ننجي المؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين في هذه الصورة العظيمة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم إحنا عايزين نعيش بقلوبنا لم يقول واحد سيدنا زكريا فقد الولد ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا قاليه فاستجبنا له وعملناه ووهبنا له يحيى وكمان واصلحنا له زوجة لذي كل رب إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يا رحمة الله